شايفيني حبيبي ماشاء الله بص الرزم فلفل من جوه ازاي طعم طلع تحفق ولا الفراخ طعم مع حكاية لازم تجربوها ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايوكو يا حبيبي عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير معاكم شيرين من وصفات شيرين بحبكم جدا وحشتوني من الفيديو اللي فات الا اول مرة يشوف قناتي ما ينساش ينزل اشترك فيها ويفعل الجرس على الكل علشان يوصلوا كل جديد مني وما تنسونيش يا حبيبي باللايك انا النهاردة اول يوم رمضان كل سنة وانتم طيبين نزلت السوق بقى وعملت شطورة وروحت اشتريت فرخة وخضرة وكرومبة زي ما انتم شايفين كده اه انا بصراحة ما كنتش نايا ان انا اعمل كرومبة بس اغريتني في السوق المهم اه الراجل قال لي يخذي المدورة دي علشان ما تغديش المكببة قوي على اساس ان المكببة الورقة بتاعها مش هتعرفي مش هتعرفي تقطعي كويس يعني هتبقى يا هيبقى صغير جدا وهيهدر معاكي المهم انا خدتها وروحت رايحة دلوقتي بقى انا بقطعها من نص علشان خاطر عايزة اه الميا تتخلى لها فتحاولي تنزلي لتحت خالص تشيلي كل ده لكنك بتقواريها كده وحاروح اسلقها في مياه على طول على النار وحخرجها من بعدها جوه المياه اسهل طريقة صراحة لسلق الكرومب دلوقتي انا معايا مياه على النار حطيت فيها معلقة من الملح ومعلقة من الكمون وحنسيبها تغلي على النار لغاية ما نشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي بقى هروح انضف الفرخة عبر ما المياه تغلي ننجز وقتنا كده عارفين رمضان الوقت دايق فيه صراحة دلوقتي انا اقلي خليني خليت اوديكم ان انا وانا بنضف فرخة عشان عايزة اقولوكو عالمزلقة اللي في الورك ده حبيت بس عشان القويب انت لسه برضو بتتعلم جديد تعرف ان المزلقة دي لازم تتشيل عشان بتعمل زفارة في الشربة او في الفراخ عمات انا وانشي بتسويها لازم تشيلها كويس جدا ترفع الجلد كده وتشطو فيها كويس جدا منها تمام انا النهاردة كنت صراحة اعمل كزا نوع يعني من الاكل كده انا حاولت اقطع من المقطع ده علشان انجز ويورديكم الحاجات المفيدة بس اللي انا عايزاكو تستفيدوا فيها في حتة تنظيف الفراخ دي زي ما انتو شايفين خلاص اهو الحمد اللي اعملت الورك التاني دلوقتي بقا هجيب طبق اهو بشيل بس الكبت وانطب بس حولي كده وابتدي اروح اجيب طبق املاء مية وحط في الفراخ اشيل اي حاجة واقعة في الحوت كده بس عشان ما يتسردش وانزل بالفراخ عليها مية وانشوف بقا الخلطة اللي انا بعملها عشان الزفارة تروح مننا منها بعمل ايه بحط معلقتين من الدقيق عليهم معلقة صغيرة من الجنزبيل عليهم شوية ملح وتسيبيها فيها لمدة نص ساعة اهو زي ما انتو شايفين كده تمام كده اهو ادعكها بس كويس يعني اديها كده فارقة باديها واروح بقا سيبها شوية عبل ماعمل حاجة تانية وارجع عليها تاني يلا بينا نشوف هنعمل ايه ونشوف المية اللي عندي المية خلاص تمام غلط هنزل فيها بالكرومب بتاعي اهو تمام هتتبعد دقتين تقومي قلبها على طول احلى حاجة في الكرومب السيفي ده نوا صغير بياخد الحلل اللي عندنا عشان في الشتوي بقى كبير شوية ما بتلاقي ليهوش حالة كبيرة قوي ان انتي تعرفي تسلقي فيها كلها فصراحة سهل عليها جدا حجمها ما شاء الله حلو يعني كويس خجبت مصفة بقى حبتدي اطلع فيها واحدة بواحدة اللي عايز يسويها كويس جدا ويطلعها على مية بردة يعمل كده اما انا مش هعمل كده علشان انا بصي مطلعها يدوبك بس شما النار كده اهو بطلع ورقة ورقة بس انا صراحة اا بعد ما طلعتهم في المصفة وصلتهم شوية خد اخدوا من حرارة بعض كده واستوى كويس اا رحت حطاها على مية نجيفة من الحنفية غسلتهم فيها علشان لقيت تراب بس فخلي بالك برضو من النقطة زي دي ان انتي لازم برضو تشتفي الكرومب بعد ما تخلصيه بس بعد ما استبيه شوية يعني ياخد حرارة لما ياخد حرارته من بعد وكده ويترحله لو انتي بقى زي ما قلت لك كده مسوية كويس خلاص حتى لقيه على المية على طول تمام انا محبتش اجري المقطع ده واقص منه عشان بس عايزة ووريكم ان هي لغاية اخر ورقة ما شاء الله زي الفل يعني فيه ناس كتير بتقول عن ان الكرومب السفي مش حلو او ان هو بيقام كتول من جوة وانا من ضمنهم بس صراحة فرحت من الحمد لله ان هي تلعت كويسة بصوا ما شاء الله وسعره دي الايام دي كويس يعني بس كده يلا بيقى نروح نكمل حاجة تانية هعمل الفراخ بقى تبلها واشيلها نس ساعة كده دلوقتي معايا سبع بهرات وبهرات فراخ ومعايا ملح ومعايا آآ بصلة وعليها شوية الفل اسود ومعايا طماطماية وفلفل اغضر حاضر يا هبي هبي اهو زي ما انتم شايفين كده آآ آآ بعد ما حطيت خلاص يعني قلبتهم مع بعض كويس حتدي احش بهم الفرخة بتاعتي اخد كده حبة اقطع بس الفرخة بتاعتي آآ يعني تقطعتين كده وحاول احش فيها البصل بالطماطم جواها بيدي طعم تحفة يا جماعة جربوا بجد بالطريقة دي هتعجبكوا جدا انا اكتر طريقة فراخ بتعجبني الطريقة دي آآ اهو بحشي حتى الورك برضو قطعته وبحط شوية خلطة برضو تحتيه وآآ وخلطة جواه هكمل كله بنفس الطريقة كده وحروح ادخلها اسيبها الاول نص ساعة او ساعة حسب وقتك آآ وبعد كده بروح احطها في الفرن على درجة اعلى درجة حرارة في الفرن في الصوجة من تحت وبعد كده اقوم آآ مطلّة بعد نص ساعة اطلحها من فوق وهي في الاول بتنزل ميتها بعد شوية لو حسيتش ان هي محتاجة مية حطي لها تمام مفيش اي مشكلة الغلطة بقى اللي انا عايزة اقول لكم عليها ان انا غلطتها ان انا نزلت السوق وروحت جبت كرمب وقلت ان انا بطلة بقى والوقت هيكفيني وللأسف الوقت ما كفانيش والازان ازن علي وما كناش لسه لحقت حطيت الفطار فخلي بالكو جدا ما تعملوش ابطال يعني وفي الاخر غزبا عنه كل ووقت هيخدعكو آآ بص يا اما بقى تروح الجبيه من بدري تنزلي بدري يا اما تنزلي بدري اما تجهزي قابليها بيوم دلوقتي بقى انا حطيت البصل على النار حطيت شوية زيت كويسين وبعدين حطيته عليهم البصلة وبقلّف فيها وحسبها تدبى الحبة وبعدين ارجع لكم تاني اه هو ده اللون اللون آآ اللي انا عايزاه بعد ما البصلة خلاص اخدت اللون الحلو ده نزلت عليها بشوية بهرات سبعة بهرات السبعة بتدي طعم رائع للمحشي اللي عايز يحط الجنزبي اللي عايز يحط قرفة يحط انا مش بحيب بصراحة البهرات السبعة بتغنيني عن اي حاجة وحطيت شوية آآ فلفل اسود وبقلبهم كده ايه آآ ياخد بس طعم كده مع الزيت والبصل وانا حتى كمان بهرات تاني على آآ نفس البهرات دي على الخلطة اللي هي الرز والحاجات من بارة دلوقتي الرز والخضرة انا دلوقتي نزلت الطماطم اهي لونها حلوة جدا انا عاملت طريقة دي معاكم ان شاء الله هوريها لكم دلوقتي بقطع بقى الكرومب الكرومب انا بقطعه على شكل رول بشيل بس الحتة اللي من فوق آآ اللي هي اللي هي العنقوب بتاعه دي وبعد كده اقطعه على شكل قالمه على شكل رول بس انا الاسف نسيت يعني كنت مستعجلة ونسيت خلاص سيب واحدة عشان اوريها لكم وبقطعه كل واحد مقاس السوبع كل قطع مقاس السوبع او حسب ما انت عايزة كل واحد وحسب رغبته يعني انا بالنسبة لي بعمل كده بس كده خلاص خلصت الكمية اهي الحمد لله دلوقتي بوريكم ان انا حتى بصل وطماطم وهنا حتى برضو بهارات تانية وحتى ملح وحتى الرز تحت الخضرة وحتى عليهم السلسة اللي انا عملتها وشوفين لونها تحفة ازاي انا عاملة طريقتها ان شاء الله حنزلها لكم طريقة تفريز الطماطم بصوا ما شاء الله من غير سلسة ومن غير اي حاجة زي الفل اهو بصوا اللون ما شاء الله حلو ازاي بقوليكم بقول لكم ان اللون حلو جدا حواريكم بقى ازاي انا بحشي الكرمب بتاعي وخلي بالكو برضو من النقطة دي ان لما تيجي تحطش الرز دي كرمب بتاعي في النص واسيبي من الطرف ده فاضي من الطرف ده فاضي عشان لما تيجي تلفي هو كده كده هيروح معاك وكمان يقعش منك في الحلة وينشي بتحشين وتخلي بالك وينشي بترسي في الحلة ترسي كوي سرايح جاي مثلا داير ميدور عشان لما تيجي تحطي في المياه المياه تعرف تتخلله وما يطلعش معاك حتة مية وحتة مستوية تمام يعني في حاجات صغيرة كده لو عملتيها هتطلع معاك احلى حلة ورق كرمب بس للاسف للاسف يعني ان انا الادان ازن علي اساسا وما لحقتش ان انا سوفر لكو في الاخر بس حواريكو شكل الكرمب بعد ساعتين بقى لما رقت كده بصوا مشاء الله اهو بحط حبة صغيرين في النص وصيب الترفين عابل ما بلف بيهو هو بيعمل لوحده بيعمل صبع لوحده وتليف فيه عادي كده بكل سهولة تمام هروح حط في الحلة اه دلوقتي بحروح اكمل انا كميها الوحدي عشان بصوا نعايز بساوريكو الحتة دي ان انا لما بلقي حتة شكلها مش حالو جيف سكينة وقوم قطعها يعني وينش بتليف فيه لو في حتة دلعت معاك مش متساوية بسكينة وقطعيها يعني تمام يلا حروح اكمل بقى الكمية وارجع لكم بس انا حايز اقول لكم ان انا معايا بصلايا وطمطايا حطوهم في ارضية الحلة وابتجي رس عليهم علشان خاطر ما يلاسوعش مني اهو خلاص خلصت الحمد لله اه في التوقيت ده كانت الساعة ستة وتلت حنزل عليهم دي شربة كانت شربة بط عندي وحنزل عليها بي شربة البط بتبقى تحفة في المحشي علشان بتبقى فيها دلسم كده وحلو اهو بحط لغاية بسيب اخر سطر بفوهوش معايا ده المعيار المزبوط ليه وبروح اجيب طبق يكون اصغر من الحلة واغطي به علشان ما يتفكش مني في الغليان تمام هروح بها دلوقتي على النار وهارجع لكو بس للأسف يعني رجعت لكو بعد فترة كانت الفراخ على فكرة خلاص استوت وتلعت اهو الحمد لله ولونها تحفة وطعمها كان حكاية بس خلاص تمام المحشي بقى اهو المحش ده كان بعد دي ممكن ساعتين تلاتة من بعد ما اكلنا لاني صراحة الوقت ما كانش مساعد معي ان انا اصور فمعلش بقى يعني مرة تانية ان شاء الله ابقى ورديكم الحلة وهي لسه نازلة من على النار بس تعمو طلع تحفة وحكاية وزاي ما انتو شايفين كده الصبع ورحلو جميل ازاي وبدوء دلوقتي انا اهو بصف الفلفل من جوه ازاي وزاي الفل بس كده دي كانت وصفتي النهاردة وما تنسينيش باللايك يا حبيبي وبحبكم في اللام واسبكم في رعاية اللام واللي مشتركش في القناة ينزل اشترك فيها ويفعل الجرس على الكل بواي بواي ما سلام